بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا السلام بحضراتكم. معاكم هان سلاق شعراوي من قناة الفنو الجميلة والفنو التطبيقية. النهاردة ان شاء الله جماعيا نكمل محاضرات الرسم الهندسي. النهاردة عندنا عملية هندسية عبارة عن رسم معميس مشترك لدائرتين معلومتين من الخارج. يبقى النهاردة المماس عندنا من الخارج. تمام? تعالوا مع بعضنا نشوف الفيديو. يلا بينا. المعطيات ميم ونون دائرتان انصف اكتر هما على التوالي. اثنين سنتي وتلاتة سنتي. والبعد بين مركز هما ستة ونصف سنتي. المطلوب رسم المماس للدائرتين من الخارج. تعالوا مع بعض نشوف الرسمة. يلا بينا. افضل شي بقى في الرسمة دي جماعة ان انا ارسم المسافة. اللي هو الخط اللي واصل ما بينهم. يعني ايه? او المسافة ما بين المركزين ستة ونصف. فبعض كده ستة ونصف سنتي. وارسم اللاين ده. ادي ستة ونصف سنتي بالزبط اهي? هنا عندي ده. المركز وده مركز. المركز ده بتاع الدائرة ميم. والمركز ده بتاع الدائران. تمام? يبقى دي اول خطوة. الخطوة التانية يا جماعة ان انا اجيب البرجل. اول دائرة عندنا نصف القطر اتنين سنتي. بقى افتح البرجل كده يا جماعة اتنين سنتي بالشكل ده. دي كده عادي اول دائرة. الدائرة ميم. بالشكل ده. تمام? كده الدائرة ميم. طيب الدائرة نون نصف القطر تلاتة سنتي. نفتح البرجل تلاتة سنتي بالشكل ده. ودي الدائرة نون. تمام? يبقى دي كده اول خطوة. الخطوة اللي بعد كده هننصف المسافة ما بين ميم ونون عشان نرسم النص دائرة. تمام? برضو باستخدام الفرجل. آآ هبتدى ننصف يا جماعة المسافة ما بين ميم ونون باستخدام الفرجل كده. هركز في نون وافتح فرحة اكبر من نص المسافة دي. اكبر من نص المسافة. تمام? وبتدي ارسم قوس اعلى. وقوس اسفل. هركز في نون نقطع القوس ده. ونقطع القوس ده. تمام? ده كده التنصيف يا جماعة. ونوصل ما بينهم. طبعا انا عملت بلون مختلف لون احمر ده. عشان يبقى الموضوع بالنسبة لي الخطوة واضحة. اهو. هنوصل ما بينهم بالشكل ده. خط النقطع على طول. عشان يديني السنتر ده اللي هو المركز ده اللي انا هعمل بيه الدائرة. هرسم بيه الدائرة هنا. تمام? اه ممكن نسمي النقطة التقاطع دي اللي هي او المركز ده هنسميه الف. ممكن نسميه الف. يبقى عند الدائرة دي الف. تمام. هنجيب بقى البرجل ونرسم نصف دائرة بالشكل ده. هنركز في المركز الالف ده اللي هو النقطة التنصيف. ونرسم نصف الدائرة دي بالشكل ده. تمام? بعد كده. الخطوة البعض كده جماعة. هناخد الفرق ما بين نصف القطر ده ونصف القطر ده. يعني هنقول تلاتة سنتي لو نصف القطر ده تلات سنتي. نقص اتنين سنتي. هتساوي كام? واحد سنتي. تمام? يبقى. هنفتح البرجل دي يا جماعة واحد سنتي. تمام? بالشكل ده. آآ هنفتح بقى البرجل يا جماعة الواحد سنتي دي اهي. طبعا انا عرسمها بالرصاص عشان هي صغيرة جدا فهي ما تبص من هنا بالحبر. تمام? بعد كده بحبرها بعدين. كده انا فتحت البرجل واحد سنتي ورسمت الدائرة دي. طبعا انا عشان دائرة صغيرة. محتاجة ضكة في الرسم. تمام? يبقى رسمنا الدائرة دي بتقطعها هنا. بتقطع الدائرة دي في نقطة. هنسميها بيه? هنسمي نقطة دي ايه يا جماعة? بيه. اهي. تمام? هنمد نون بيه? على استقامتها بالشكل ده. نعملها باللون الاحمر. خليه باللون اللي اقدر بقى. هنعملها باللون اللي اقدر بالشكل ده. اهو. بص يا جماعة هنمد من هنا. النقطة دي بالنقطة دي كده. بنقطة بالشكل ده. شايف هنا يا جماعة اهي. قطعت دائرة دي في النقطة اهي. خلص قطعت هنا اهي. هناخد بس موازلت. هنستخدم هنا المسلسين. هنجيب المسلس ده بالشكل ده يا جماعة اهو. حطيناه على النقطة دي. تمام? واجيب المسلس تاني تحتيه بشكل ده. وامشي بالشكل ده كده جماعة عشان ايخد موازي هنا. اهو برضو بنقط. اهو. من من الدائرة اهو. من مركز مين ده اهو. دي النقطة واو. تمام كده? دي هنوصل واو بهاي. هو ده المماس المطلوب. تمام? هنوصل واو بهاي بالشكل ده جماعة. هيكون هو المماس المطلوب عندنا. تمام? وبكده جماعة يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عاو اجل الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس اللي سألك كل جديدنا وارتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر